الحقيقة بين السطور معني تماماً بالتثبيت طول الوقت أعمدة الدولة المصرية ولو كان عمود الخيمة الأساسي مراراً وتكراراً تحدثنا عنه هو المؤسسة العسكرية سواء المؤسسة العسكرية الأم يعني الجيش أو المؤسسة الأمنية الأمن الداخلي يعني الشرطة فعننا لازم طول الوقت تبقى عارفة كمان إن هوية البلد دي مستمدة من الأظهر الشريف وهذه الهوية طوال الوقت كنا بنأكد على إن لو مكة هي أرض تنزيل الرسالة فمصر بأظهرها هي أرض هوية صحيح الدين ولأن المسألة طالها ما طال الجميع لأن دا كان جزء أساسي من اللي البعض مازال بيقول عليها المؤامرة الكبرى محاولة هدم الدول بدأت طوال الوقت باللعب على ورقة الأديان كل الدين يعني التفتيت بدأ لكل الدين حتى الدين اليهودي نفسه ثم الديانة المسيحية ثم الديانة الإسلامية وكل ديانة خادت ملمح وعليه الأظهر وكل المؤسسات المعنية بأمور الدين طالها ما طال باقي مؤسسات الدولة المصرية وباقي ما طال مؤسسات الدين الإسلامي ليس في مصر وإنما في العالم لأن المسألة هي جزء من أجندة عالمية معنية طيب لما رأس الدولة المصرية عقل الدولة المصرية المكلف طوال الوقت بيوجه خطابه لأهمية الثورة الدينية والعودة لصحيح الدين وتجديد الخطاب الديني ومخاطبة شيخ الأظهر طوال الوقت باعتباره هو المسؤول الأساسي عن هذه المؤسسة وإحنا بناخد حضراتكم معانا بالكاميرا بتاعتنا علشان نعرف دور الأظهر وبيشتغل على تصحيح مصاره على إسقاط ما علق به كما علق ببقى المؤسسات أعتقد أن احنا شكلنا مفاجأة مهما قلنا هي مفاجأة مهمة هي مفاجأة ثقيلة لما رحنا للمرصد وعرفنا أن فيه شغل حقيقي بيتم وفيه محاولة لاستحداث طبقة جديدة من العاملين داخل المؤسسة داخل الأظهر من الشباب الصغير اللي بيتحدث لغات واللي قادر على التعامل مع الفكر الجديد لأنه باللغات اللي بيعرفها قدر يصل إلى حجم التهديدات الحقيقي على الدين قبل ما يكون على مصر وعلى المصريين لكن تصحيح المصار ما بيجيش بتراك واحد ولا بمصار واحد والمصارات متعددة اللي نقلنا لحضراتكم من المرصد موجود وحنحاول ننقلكوا جزء آخر في الفتوى لأن الأول مرة بيبقى فيه قائمين على عملية الفتوى من الفتيات والنساء وهنشتغل على ده مع حضراتكم لكن هل الصورة هي كده فقط ولا الصورة علقة بها ما علق خلونا نكون واضحين لأن اللحظة لم تعد تحتمل الكثير شيخ الأزهر بما للأزهر من استقلالية لأن البعض من حضراتكم بعد الحلقتين بتوعنا بتوع الأزهر تساءل استقلالية الأزهر هذه الاستقلالية هي شيء لازم نحفظ عليه لكن احنا بنطالب الإمام الأكبر بما له من صلاحيات داخل المؤسسة أن يستنهد الهمم الصغيرة الشابة القادرة على استعادة صحيح الدين ده معناه أن التصحيح هو تصحيح داخلي وليس تصحيح خارجي لما بنقف على الصورة فنشوف فيها الأزهر بمؤسساته طب هل الأزهر هو واجهة الإسلام فقط أم لدينا الجمعية الشرعية وكل الحاجات اللي خرجت علينا من أواخر التمانينات من أول المال النفطي مقرر أن يكون دون وعي منه أداة يعني فك الدول مبكراً وبنفس طاويل لأن الشغل بدأ من زمان جداً في المقابل هل المسألة بتنتهي عند هذا الحد ولا المسألة بتاخدنا لما هو أبعد الحقيقة أنها بتاخدنا لما هو أبعد لأن حتى الطبقة المدنية المعنية بالشأن الديني قررت عبر وجوه محددة لم تكن من الدارسين أو المتخصصين أنها تقدم نفسها وكأنها هي لديها صحيح الدين وأنا هنا على مسؤولية الشخصية بحذر لأن الفتنة هكذا ترتدي عدم التخصص الأظهر يجب الحفاظ عليه والأظهر ليس أشخاص والأظهر ليس أسماء الأظهر هو مؤسسة عريقة عمرها أكتر من ألف سنة الأظهر يصحح مصاره حيستغرق بعض الوقت حندفع دفعاً حقيقياً حتى يصحح مصاره في أقل فترة زمنية ممكنة لصالح الدين ولصالح الأظهر ولصالح المصريين بس كمان عينينا حتبقى واخدى بالها كويس قوي أن رموز الفتنة في الدين بتطلع عليكم في البرامج اللي أحياناً بتحبوها علشان تقول كلام يبدو كلام كويس قوي لكنه كلام الفتنة لأنهم ليسوا أهل اختصاص ولا يجوز أن يعتلوا المنابر والمناصب والشاشات عشان يحدثونا بهذه اللغة عن أمور دننا وكأنهم هم العالمين به